الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه محرسين له الدين ولو كرع الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده واذمى الأهداب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إلا الله الله أكبر ولا إلا الله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر هل هو أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله وأكبر الله أكبر و لله الحقيق الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر 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 الله أكبر 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللا إلهام الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللا إلهام الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللا إلهام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللا إلهام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبهان الله بكرة وأسينا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مغلسين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونسر عبده وعز جنده وهزم الأهزاب وعده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللا إلهام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحق الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا أجلال إلا الله والله أكبر والله أكبر والله الحافر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إلا الله والله أكبر والله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بقرة واسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا لا إله إلا الله أكبر 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 والله إلا الله والحمد والحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأكبر الله أكبر والله إنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين لخدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأهزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله 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 أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 وَأَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وَلِلَّهِ الْحَمْدِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وَاللَّهُ أكبر الله أكبر وَاللَّهِ الْحَمْدِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وَاللَّهِ الْحَمْدِ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وَاللَّهُ أكبر الله أكبر الله أكبر وَاللَّهِ الْحَمْدِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وَاللَّهُ أكبر الله أكبر وَاللَّهِ الْحَمْدِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وَاللَّهِ الْحَمْدِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبهان الله بكرة واسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إيام ليسنا له الدين ولو كان الكافر لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر أبده وأجنده وأجمل أجاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله إلحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر 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 الله 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 أكبر تبا حري رائع أجلا سكين وَبِاللَّهِ تُوَّفِيْهِ وَلِذَيَا وَسَلَمَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَ أَسْلَاةُ جَامِعًا أَسْلَاةُ جَامِعًا أَسْلَاةُ جَامِعًا رَحِمَكُمُ اللَّهِ أَسْلَاةُ لَا إِلَّاةُ رَحِمَكُمْ رَحِمُ اللَّهِ رَحِمُ اللَّهِ بِاسْلَا daí أَسْلَيْا أَسْلَاةُ اللَّهِ تُ sovereignty الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم على الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سفه اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله ثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرا فزكر إن نفعت الزكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشخى الذي يسلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفله من تزكى وذكر اسم ربه فصلا بل تؤسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصهف الأولى صهف إبراهيم وموسى الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما مع العسر يسرا إنما مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلا ربك فرغت الله أكبر بسم الله أكبر بسم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر بسم 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 الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله 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 أكبر لا إلا الله والله أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلسين لخدらدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الفاتحة أعوذ بالله الشيطان والله الحمد الرحمن يا الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أعوذ بالله الشيطان والله بسم الله الرحمن الرحمن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونا من الخاسرين ربنا حبنا من أزواجنا وزريتنا قرة عنا وجعلنا للمتقين أماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وكما عزاد النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله سوء الخاتمة وصلى الله على سينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المسلم والحمد لله رب العالمين أقضى لله من كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله القائل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنا فاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوسيكم وإياه بتقوى الله فقرفاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مسلمين dan مسلمان yang dirahmati الله marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan korbanan kepada الله agar kita dapat mencapai derajat pelakangan orang-orang yang mulia dan bertakwa di sya'Allah khutbah ajil adha pada pagi yang berbahagia ini menjelaskan pada kita konsep berkorban dengan penuh khaihlasan مسلمين dan مسلمان yang dirahmati الله Aidil adha adalah hari perayaan ibadah yang dikurnakan Allah pada umat islam ianya hendaklah disambut dengan penuh keinsapan dan kerendahan hati sebagai tanda kesyukuran seorang hamba kepada khaliknya Aidil adha hendaklah disambut selaras dengan tutan syarak iaitu dengan salat adil adha bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil dan menyebelih binatang korban ianya sebagai syiar keabdian seorang hamba yang bersyukur dengan penuh akhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi lhamdul bahawa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah pada saat ini jutaan umat islam dari seluruh perusahaan dunia sedang bergerak dari Arafah menuju ke Muzulipah kemudiannya akan menuju Mila untuk melontar Jamrah selepas itu mereka akan bergerak ke Mekah untuk mengerjakan Tauf Ifaba dan mengerjakan saing haji setelah selesai saing mereka akan bertahalul bagi mempernahkan ibadah haji disamping itu mereka juga mengerjakan ibadah korban sebagai melaksanakan tutan sunnah mu'akidah semasa berada di Tanah Suci Mekah kita sama-sama mendoakan agar mereka mendapat pahala haji yang mabrul pulang ke tanah air dengan iman yang kukuh dan meneruskan amal ibadat dengan penuh khiasan tanpa jemur dan bosan bahkan setiap seberkubar-kubar menaruh harapan untuk bertemu dengan Allah SWT pada suatu waktu yang dijanjikan tanpa kebimbangan dan keresahan muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian Aidil Adha adalah hari kebesaran islam yang cukup bersejarah sejarah pengobanan yang penuh khiasan daripada dua orang rasul iaitu Nabi Ibrahim AS dan puteranya Nabi Ismail AS kepatuhan dan ketaatan mereka melaksanakan perintah Allah SWT kerana dengan penuh keyakinan akan memperoleh kebaikan daripadanya Allah SWT telah menurunkan perintahnya itu melalui permanya pada ayat 102 dalam 100 saf dalam surat Ustafat فَلَمَّا بَلَغَ مَعَ السَّعْيَا قَالَيَا بُنَيَا إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَانِ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَانِ أَنِّي أَزْبَهُكَ فَنْزُرْ مَا زَاتَرَى قَالَيَا أَبَا تِفْعَلْ مَا تُؤْمَرَى سَتَجُونِي إِنِّشَاءَ اللَّهُ مِنَ السَّابِينِ maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya Nabi Ibrahim berkata wahai anak kesayanku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyebelihmu Maka fikirkanlah apa pendapatmu Anaknya menjawab Wahai ayah Jalankanlah apa yang dipentahkan padamu InsyaAllah Ayah akan mendapati daku Dari orang-orang yang sabar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamdulillah Muslimin Muslimat Yang dirahmati Allah sekalian Sejarah yang berlaku Ke atas kedua-dua orang Rasul itu memperlihatkan contoh Pengobanan yang hakiki Bagi mencapai keretan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam menjalani kehidupan Umat Islam sewajarnya mengambil Atibar pengobanan kedua orang Insya itu Dalam menunaikan apa dua perintah yang datang Dari Allah subhanahu wa ta'ala Mensyukuri atas Segala ni'mat kunian Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melakukan Amal ibadah setulah ikhlas Hanya ditujukan kepadanya Menunaikan amanah Pada mereka yang berhak Seperti mana yang dikenaki olehnya Menunaikan tanggungjawab Sebagai khalifat Allah Seperti mana yang diwajibkan olehnya Hakikatnya sebagai hamba Allah Kita diperintah untuk patuh dan tak setera Menjelaskan diri kepadanya Dalam semua urusan Kita disuruh mengikut contoh Yang dibawa oleh Rasulnya Dengan tidak ada sebarang helah Dan dalih Dengan tidak ada sebarang keraguan Dan ketakutan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Satul Baqarah Ayat 112 Bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Yang ni mematuhi perantahnya Sedang ia pula berusaha Supaya baik Baik amalannya Maka ia akan beroleh pahalanya Di sisi Tuhannya Dan tidaklah ada kebimbangan Dari berlaku Dari berlakunya kejadian yang tidak baik Terhadap mereka Dan mereka pula tidak akan berduka cita Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamdul Muslimin dan Muslimat Yang dirahmati Allah Aidil azhar yang kita sambut dengan ucapan La ilaha illallah Wa la na'abudu Illa iya humuklisina lahuddin Walau karihal kafirun Tidak ada Tuhan yang disembah Melainkan Allah Dan kami maafjikan diri Melainkan hanya kepadanya Dengan ketakutan seterus Seterus hati Walaupun dibenci oleh orang-orang kapir Kalimah Tuhid yang tersusun tersebut Merupakan Pernyataan jelas sikap orang beriman Untuk mensucikan akhidah mereka Agar bersih Dari mensyirikannya Ini membawa maksud Hanya hukum hakam Yang diturunkan oleh Allah Sahaja yang wajar didaulatkan Hanya sistem kehidupan Yang diturunkan melalui Isyarat Islam sahaja Yang wajar menjadi amalan Hanya pengajaran dari Rasulullah Utusannya sahaja yang wajar Menjadi contoh ikutan Kalimah Tuhid yang dikembandangkan Bukan hanya semata-mata Ucapan biasa Tetapi biarlah ianya Ucapannya ikhlas Lahir dari hati yang penuh Keisapan Dan kesedaran Untuk mendaulatkan Segala arahan yang maha agung Agar kita tidak kecundang Di hari pembalasan Pernyataan dan penegasan Bahawa kita umat Islam Sewajarnya isyikomah Terus berjihad Dalam mempastikan Hak Allah SWT Tidak sana walaupun Ia dipunci Oleh gulungan Kapil musyrikin Hadis daripada Sofian bin Abdullah Radiyallahu anhu Bahawa beliau bertanya Kepada Rasulullah S.A.W Saya pernah berkata Wahai Rasulullah S.A.W Katakanlah kepada saya Dalam agama Islam Suatu perkataan Yang tidak perlu Saya tanyakan Tentangnya Kepada orang lain Selain Tuhan Baginda S.A.W Menjawab Katakanlah Saya beriman kepada Allah Kemudian beriskamahlah Ruayat Muslim Muslimin dan muslimat Yang berbahagia Keisapan yang mendalam Hendaknya terjemah Melalui takbir Yang kita kemandangkan Mulai selepas Salat subuh Pada 9 Zul Hijjah Hinggalah selesai Salat Hinggalah selesai Salat asar Pada 13 Zul Hijjah Gemul takbir itu Diharap Mampu Menggerakkan jiwa kita Untuk sama-sama Mu'amal Dan mu'imani Sistem Islam Yang sumul Yang diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita sama-sama yakin Akan dapat Membina kehidupan Bertunjangkan sistem Sistem Islam itu Sebaliknya segala Persangka Persangka buruk Jika sistem Islam Disilasanakan Akan menimbulkan Huruhara Persekitaan Merampas hak orang Bukan Islam Dan meragui Akan lahirnya Kesejahteraan Yang dijamin oleh Islam Hendaklah dibuang Jauh-jauh Kerana Ia boleh merasakkan Akhidah dan keimanan Seserah Islam itu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd Muslimin dan muslimat Yang berahmati Allah Hari demi hari Umat Islam Dihadapkan Dengan pelbagai cabaran Dalam kehidupan Bagi menegakkan Kalimah Allah Menjalani hidup Merlandaskan Selain Allah Dan hidup berakhlak Dengan berpandukan Al-Quran Umat Islam Sentiasa saja Disogokkan Dengan pelbagai Ajaran sesat Yang menggunakan Pelbagai jenama Islam Diasak dengan Serangan pemikiran Yang sekuler Disajikan dengan Pelbagai hiburan Yang melampau Dan melalaikan Dan pelbagai bentuk Mungkar dan maksiat Atas nama seni Amal dan kebajikan Semua perkara tersebut Merlukan kita Sebagai umat Islam Supaya sentiasa Berhati-hati Dan waspada Agar tidak terjebak Dengan perangkap Samar Yang dipasang Oleh musuh-musuh Islam Mudah-mudahan Zikir dan takbir Sepanjang Adil Adha ini Akan meningkatkan Kesedaran kita Ke arah Membina kehidupan Yang lebih baik Dan rela berkoban Dengan penuh Kesabaran Untuk beramal Dengan segala Perintah Allah Dan menjauhi larangannya Dengan penuh Keilasan Muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah Antara tindakan Dan langkah-langkah Yang perlu kita laksanakan Adalah Pertama Umat Islam Hendaklah sentiasa Bermahasabah Tentang akhidah Dan keyakinan kita Terhadap Keagungan dan kebesaran Allah SWT Yang menggunakan Kepada kita Segala nekmatnya Terutamanya Ajaran agama Islam Kedua Umat Islam Dia seru Supaya sentiasa Berhati-hati Terhadap ancaman Nusra Islam Yang terus-menerus Berusaha Untuk menyelewing Ajaran umat Islam Dari menjadi Ikutan dan pegangan Yang kukuh Dalam kehidupan Ketiga Umat Islam Hendaklah sentiasa Menghayati Ajar Islam Yang syumul Bukan hanya Memilih-milih Mengikut selera Dan kemahuan nafsu Bagi kepentingan Peribadi Mahupun keuntungan duniawi Auzubillah Minasyaitan Rajim Inna A'tainaka Al-Kawasar Fasalli Lirabbika Wanhar Inna Shani'aka Huwal Abtar Sesungguhnya Kami telah Mengernyakan Pada mu Wahai Muhammad Sebuah telaga Diseruga Maka Dirikanlah Salat Kerana Tuhanmu Semata-mata Dan Sembililah Kurban Sebagai tanda Bersyukur Sesungguhnya Orang yang Membencimu Dialah Yang terputus Daripada Rahmat Dan kebaikan Suratul Suratul Kawsar Ayat 1 hingga 3 Barakallahu Liyakum Bilqur'an Al-Azim Wanafa'ni Waiyakum Bima Fihim Al-Ayat Wazikri Al-Hakim Wataqabbal Minni Waminkum Tilawatahu In Al-Azim أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين المسلمين فاستغفروا إنه والغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي هدانا لإسلام برحمته وكرمه أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على سينا محمدٍ وعلى آله وأصحابي أجمعين فيا أيها المسلمون اتقوا الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مسلمين دا مسلمين يعني رحمة الله dalam kita merjakan ibadah korban kita diperintahkan memilih binatang ternak yang paling baik untuk kita korbankan kerana Allah SWT binatang yang terlalu kurus, cacat atau sakit tidak boleh dibuat korban kerana Allah adalah Tuhan yang maha indah lagi maha baik dan tidak akan menerima daripada hambanya melainkan sesuatu yang baik dikala menyebelih binatang korban pula kita disunatkan menyebut Bismillah الله أكبر sebagai mengagunkan Allah dan menyukur di atas kurniaannya, kurniaan rezikinya dan setelah selesai menyemulih hendaklah berdoa Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqabbal Muslimin dan muslimat yang berbahagia daging binatang korban pula hendaklah diambil sebahagiannya untuk dimakan oleh orang yang berkorban dan keluarganya sebahagian lagi disedekahkan kepada fakir muskin menekala sebahagian yang lain pula dihadiahkan kepada sanak saudara atau jiran tetangga semoga Allah menerima ibadah korban kita semua semoga Allah menerima ibadah korban kita semua dan menggulungkan kita dari kalangan hamba-hambanya yang bena-bena bertakwa إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاِكَ تَهُوا صَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ السَّلِّ عَلَى سَلِّيْنَ مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبُرَاهِمْ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِمْ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم في المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منه الأنواس واللف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أعزل الإسلام والمسلمين وعزل الشرك والمسرقين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم إنا نسألك العفا والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذك من جهد البلاء ودردك الشقاء وسئل قضاء وشماتة العداء اللهم إنا نسألك ونتسألك إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسن وصفاتك العظم أن تحفظ بعين إناء إنه قبانيه وحفظى وقيتي FOR الاسم من كان ميك اشتركوا في القناة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقم عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحم شكرا للمشاهدة